السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في حال الدرس راح نستكمل موضوع اللي هو File Ownership في الدرس هذا احنا قلنا في الدرس السابق قلنا ان احنا عندنا دائماً صراحية لي الـ User وعندي الـ Group وعندي Everybody أو اللي يسمونهم الهم الـ Other في بعض الأحيان احنا نحتاج ان احنا نغير مثلاً أنا الآن انشأت ملف ثم احتاج ان اغير مالك الملف أو اغير خلينا نقول الـ Group اللي ينتمي لها الملف بعض الأشخاص يقول طيب أنا وين ممكن احتاج الموضوح هذا وليش ممكن احتاجها أصلاً خلينا ابعطيكم سيناريو بسيط كان عندي موظف مثلاً وسوى ملف حق الحسابات ثم بعد فترة طلع الموظف من عندي وجاني موظف ثاني الآن لو حاول موظف الثاني ان يدخل على الملف هذا وهو ما يعطي صراحية كاملة مثلاً خلينا نقول انه كان يعطي صراحية للكل معطيهم صراحية قراءة فقط الـ Group كان لهم صراحية قراءة وكتابة والـ User كان له صراحية قراءة وكتابة فأنا لو سمينا مثلاً خلنا نقول اسم الملف X الآن لو حاول الـ User الثاني انه يقرأ الملف راح يستطيع انه يقرأ ما عندنا مشكلة لكن لو حاول انه يعدل عليه هنا ما راح يكون فيه إمكانية فأنا كمدير النظام ممكن لانا اجيب شو سوي أقوم أغير ملكية الجهاز أو ملكية الملف هذا أخليها مثلاً يصير الموظف الجديد هو مالك الملف هذا وبالتالي يكون عندي صراحية الـ Read والـ Right ونفس الشيء في الـ Group اللي أنا أنتمي لها بعضهم يقول طيب ليش أنا أعطي صراحية أغير صراحية هنا وخلي للكل إمكانية الكتابة وهذا دائماً يعتبر من أخطر الأشياء اللي احنا ممكن نسويها لسبب إنه ممكن يجيني موظف ثاني مهم متخص أصلاً في الحسابات وشاف إنه ملف هذا اللي اسمه X حق الحسابات متاح للكتابة وغير عليه فهنا انضررت في موضوع اللي خلينا نقول الملف اللي موجود عندك فعشان كذا نظام تشغيل Linux أو Unix بشكل عام في عندنا أمرين ممكن نحنا نتحامل معاها عشان نغير اللي هو المالك أو اللي احنا نسميه Honor ونقدر نغير الجروب اللي منتمي لها الأمر هذا هو Change On ونحط اسم Honor الجديد والملف اللي احنا نبقى طبعاً سواء كان ملف ولا مجلد تمام؟ أما إذا بغيت أغير الجروب في عندي اللي هو الأمر اللي احنا نسميه Change GRP وهذا اللي هو نغير الجروب هو لو لاحظ ياخذ نفس الأسلوب اسم الجروب الجديد واسم الملف أحياناً ممكن استخدم الأمر نفسه اللي هو Change On وأكتب هنا ال User Honor وهنا ال Group Honor واسم الملف اللي موجود عندنا خلينا نجي مع بعض ونشوف إيش لو ممكن إحنا نتعامل مع الموضوح هذا نفترض الآن أني أنا عندي User أبقول مثلاً User لازم أضيف لي User أول لأنه ما عندي هنا أي User خليناً أول شي نشوف إيش ملفات اللي عندنا ما عندي أي ملفات خليباً نشع ملف جديد أبقول File with Honor Hello File خلينا نكتب بس Hello World الآن لو جينا نشوف خلينا نشوف وش صراحيات اللي موجودة تمام نشوف اسم الفايل Honor ال User اللي هو اسمه Education والجروب اسمه Education وقلنا إن الصراحية اللي موجودة هنا في صراحية قراءة وكتابة لل Honor وصراحية قراءة فقط للجروب اللي ينتمي لها ال Honor وصراحية قراءة فقط لللي هو Everybody تمام خلينا ننجي الآن نفضل الشاشة عشان بس ننظيف أبنضيف الآن User بسمي ال User هذا User One تمام أسف User At User One مثلاً وقلب وقلنا بنشوف الملف عندنا سمنا File Honor وقلنا اسم الملف عندنا سمنا File Honor لاحظ هنا ما يقول لك يقول لك أن الـ operation not permitted أو ما في صلاحية ليش؟ لأنك أنت الإجراءة هذا يعتبر إجراءة خطيرة لا بد أن يكون أتأكد أنك أنت فعلياً عندك الصلاحية للموضوع هذا فهين عشان أسوي العملية هذه على الغالب تحتاج إلى الأمر اللي هو سودو اللي نخذناه في الدروس السابقة ونقول change owner user1 file owner الآن لو جينا نشفنا وش اللي موجود الـ sl لاحظة الآن أن مالك الملف صار اللي هو user1 والغروب زي ما هي موجودة هنا فالآن لو بغير نغير الغروب بنقول مثلاً change sudo change grp ليه الغروب إحنا بنحطها group 1 للملف اللي اسمه file owner الآن لو جينا نشوف الغروب باللاحظ أن أنا عندي user1 والغروب 1 فهذا الآن مهم جداً أن نحنا نتعامل معه بالشكل هذا clear فالآن لو بغير تغير الملف هذا ورجعت للـ education أبقول sodo change owner تمام بسميه education education للـ file with owner الآن لو جينا وشفنا الملف بنشوف أن نرجع للملف owner والغروب إلى education فهذه النقطة اللي تعتبر مهمة جداً أن نحنا نعرف كيف نحن نتعامل معها في بعض الأحيان نحتاج أن نغير نفس الصراحية هذه على الـ directory فهي فعلياً نفس الأمر اللي موجود لكن النقطة المهمة جداً لو تخيلنا أن أنا عندي ملف دعنا نقول مجلد اسمه X وتحت المجلد هذا في مجلد اسمه مثلاً أو ومجلد M ومجلد N وتحت الـ N هذا فيه A وفيه B ملفات ولا مجلدات فأنا لو جيت وغيرت الـ owner على هذا أو الـ group على هذا فعلياً بيتغير على هذا فقط ما رح يتغير على اللي تحته فعشان أخلي التأثير هذا يتم على الكل أستخدم اللي هو الـ option اللي احنا نسميه recursive أو غير الصراحية على هذا وجميع اللي تحته فهو نفس الأمر لكن اللهم أني أنا أضيف اللي هو الخيار اللي هو الـ R فمعنى هالأمر لو جاء الخيار هذا وهذا اعتبر من الأشياء المهمة معنى أني أنا أغير لي على هذا وجميع ما يندرج تحته يعني أنا هنا بالأمر هذا فعلياً أبغير المجلد اللي اسمه TGH أبغير الـ owner حقه لشخص اسمه هارفي للمجلد اللي هو اسمه TGH وجميع ما يحتويه أو كل الأشياء اللي دونه تمام؟ ونفس الشيء أقدر أقول change owner وغير الـ user والـ group للشخص الاسمه Peter مثلاً فهذا يعتبر مهمة جداً لو أنت تبغى لو حطيت الخيار من دون الـ R تأكد أنك تب تغير على اللي هو اسمه المجلد فقط لكن لو حطيت الـ R معنى أنه تغير على المجلد وجميع ما يحتويه من ملفات ومجلدات في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Meet Easy ترجمة نانسي قنقر